السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بك على تطبيق وقناة فرينشاوي مع وديد مصطفى مع شرح الوحدة الثالثة وحالة تدريبات على كل جزئية فيها الترم الثاني في منهج ثانية ثانوي مكون من وحدتين الوحدة رقم ثلاثة والوحدة رقم أربعة وزي ما انتم عارفين من الترم الأول أن كل وحدة فيها محادثة وثلاث دروس طيب المحادثة بتاعت الوحدة الثالثة بعنوان كلمة لوك كي جامل إنجليزي من كلمة لوك لوك مظهر أو هيئة فهنا كلمة لوك كي هو الشخص صاحب الهيئة أو الشخص صاحب المنظر الشيك والجميل هو الشخص المهندم المهتم بيه أنقته وتفاصيل لبسه وهكذا الأهداف الأساسية بتاعت الوحدة هنتكلم فيها عن الملابس والإكسسوارات والأحزاية وطبعا مع الألوان وبعض التفاصيل وهنتعلم زي نسأل ونعطي رأينا عن ملبس ما ايه رأيك في اللبس ده وقل رأيي انه حلو ولا مش حلو دون ذكر اسمه ودي قاعدة مهمة للغاية ومكملة في ثلاثة سنوي اللي هي الضمانة للشخصية الاعلان عما ينوي المرء فعله أو ما لا ينوي الوغا الكلام عن المستقبل تصريف الأفعال في زمن المستقبل القريب التعبير عن الأمنية والإرادة والإمكانية دي كلها أفعال فعل الأمنية أتمنى أن أو أريد أن الإرادة اللي هي يريد أو يرغب فيه التعبير عن الإمكانية اللي هو فيرب بوفواغ فيرب توكان بالإنجليزية يستطيع أنا أستطيع كذا وإذا تطلب الإذن علشان تعمل حاجة معينة هنشوف دلوقتي الكلمات اللي جات فيه المحادسة بتاعة الوحدة التالتة ونبدأ بالكلمات المذكرة un look look هو المظهر العام لشخص أو الهندام طيب لو حطنا un looker هو الشخص المهندم أو الشخص الأنيق باللبس un vetement دي من الكلمات المهمة vetement يعني ملبس أي قطعة من الملابس اسمها vetement un cancer cancer un order un order desordre عكسها هنا حاجة نظام وترتيب desordre ما فيش نظام وما فيش ترتيب أو فوضى avi كلمة avi كلمة مهمة جدا وهي أخذها s وهي مفرد مذكر تمام؟ يعني رأيي بتساوي كلمة opinion هناخدها في الكلمات بعد كده بس الفرق الرئيسي ندي مذكر ودي مؤنف un defile de mode un defile de mode defile mouda أو عرض أسياء مشهور بالعرب نورة defile defile يعني كلمة defile جامل من الفرنسيه ماجازين ماجازين وخبه لك أن فيها z وآخرها e وهي برضو كلمة مذكر ماجازين يعني مجلة أما بخصوص الأسماء المؤنفة هنلاقي la mode la mode وكلمة مهمة يعني الموضة هتكرر كتير une marque ماركة يعني ماركة اللي هي علامة تجارية une boutique boutique يعني دكان صغير أو محل صغير بتاع هدايا وإكسسفارات وكده une chambre غرفة أو أوضة une permission permission إذن أو سماع une session photo كلمة session photo بتقدر تسويها بالإنجليز اللي هي photo session هي بالزبط هي photo session تمام une maman أو maman اللي هي أم نداء للأم اللي طبعا كلمة أم يعني مار لكن لما تجد انداء عليها تقول لها ماما إن طايل طايل يعني مأس مأس اللي بس تحديدا أما بخصوص لفربي الأفعال هنلا يفربي رانجي تريي إسيي مأتر تروه أشتر أمتري نيغوصيي پوووار vouloار ساوار سورتير حبا لكن الأفعال اللي قدامك اللي أخيرها اقاغ سهلة في التصريف والأفعال اللي مش أخيرها اقاغ كل الحاجات المهمة هتلاقيها موجودة عندنا في الدروس وبالتفصيل الممل هناخد الفعل وتصريفه وجمل كتير عليه كمان أما الصفات والظروف وحروف الجر والتعبيرات الشائعة والتعبيرات العامة هنلاقي جولي جولي يعني جميل أو لطيف أو أنيق أو حلو مؤنث بتاعها جولي والصوت ما بيتغيقش أغيبل يع تخو جدا 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 يعني عارفين تخي اللي هي جدا لكن دي بقى أكتر من اللازم داكار سغي مذكر ومؤنث نفس الصوت لارج واسع أو فضفاض ما بتتقنسش لأن آخرها أ كور كورت طبعا مذكر لها صوت ومؤنث لها صوت أغدوني أغدوني الصوت ما بيتغيرش بنضيف أ ولكن الصوت لا يتغير ديز أغدوني ديز أغدوني والصفاتين دول بنوصف بهم الإنسان إنسان منظم وإنسان غير منظم أليبيا فرب قليل واحده بمعنى يذهب لكن لما بيجي بعديه بيا خدناها قبل كده للتعبير عن الحال لما بقول جوفي بيا أو سافا بيا يعني أنا أموري ماشي بخير أو أنا تمام أو أنا كويس لكن هنا لما بنتكلم عن اللبس بنقول مثلا البنطلون ده أليبيا أو فابيا يعني هذا القميص أو هذا البنطلون يناسبه لا يقعليك بالبلد كده أولاك الحاجة دي لا يقعليك أو ماشي عليك فيغ لي بوتيك تكسبريسيون على بعضه يعني يتسوق يعني يلف على المحلات أو يعني يلف كده على المحلات يتبضع ويشتري منها أبخي بعد عكسها أفان قبل فيما بعد لاحقا تيان قلناها قبل كده فعل أمر بمعنى أمسك أو خذ وبستخدم برضه كتعبير للفة الانتباه أو للعجب ça me va très bien هناك verbo عليه تصريفه هنا va وبين أو très bien ça هذا me va لايق علي أو ماشي معايا très bien ماشي معايا جدا je ne sais pas I don't know لا أعرف c'est moche كلمة moche يعني رديء وحش وما تقول على الحاجة واش تقول c'est moche adorable حاجة كده تعشقها adorable محبوب أو حاجة تحبها un jean un pull أو pullover un blouson blouson يعني un taille taille هو مآس اللبس des marques marques الماركات أو علامات تجارية une robe فستان une chemise chemise كلمة قميص وهي كلمة مؤنث ولكن ده قميص رجالي تمام فرقوا un t-shirt وممكن تشوفها من غير الحرفين dable i من غير l-e-e تمام أو l-e-e ti-shirt صور الصورة الأولى un défilé de mode défilé de mode أو عرض أزياء une session photo جلسة تصوير أو photo session un magazine de mode مجلة mode سارة سارة انا صار عندها كم سنة سنجدها فوق 16 16 اللي هي 6 سارة نم سارة لا تحب هي قالت ما بتحب حكتين la science les devoirs طبعا هنختار les devoirs الواجبات le look de jour مظهر اليوم et le nom يكون اسم le look de jour دي الاسم اللي مكتوب على المجلة اللي هي magazine de mode بالتالي الاسم ده اسم ايه اسم un magazine de mode نقاط font le défi les deux modes من اللي بيعملوا عرض الازياء لو بصيت في الصورة اللي فوق هتلاقيه ولد وبنت يبقى انا عايز اقول un garçon et une fille un garçon et une fille ولد وفتاة هما اللي بيعملوا عرض الازياء اللي فوق المحفة اللي عندنا بعنوان dans la chambre de sarah في غرفة سارة هتلاقي البنت سارة واقفة المفروض انها بتختار لبس وبعطار الهدوم مالية القوضة كلها القوضة فيها فوضة كبيرة جدا واخوها واقف ومامتها دغلت عليها وهي بت ايه وهي بتختار اللبس علشان تلبسه ومش لاقيه تقريبا حاجة مناسبة تمام هي الديالوج بين sarah والامير de sarah والاوليفي او الفخير de sarah سارة ومامتها واخوها سارة تكون دن مش في الفصل ولا في البوتيك دن سا شامب في غرفتها olivier ايساي olivier يقيس الولد olivier بيئيس تيشيرت ولا شميزي ولا pantalon ولا بلوزان لو شفت الصورة هتلاقي بيئيس بلوزان بلوزان لو جاكت سارة نقط سارة بتعمل ايه رانج سا شامب بترتب او دوتها ولا جو او او سان فرير ولا بتلعب مع اخوها طبعا الاتنين دون لا بتفرز ملابسها اشتري ملابس طبعا فيش غير تخي يعني يفرز او يصنف اللبس بتاعه في الصورة دي يوجد يوجد ملابس ولا اغراض مدرسية ولا كتب ولا مكت طبعا يوجد ملابس دلوقت هنقرأ المحادسة علشان نشوف الاسئلة اللي موجودة عليها اولا غرفتها سارة اساي يعني تقيس او تجرب كل ملابس سارة بتقول سارة سي موش ده ده وحيش سارة سي تخو جران ده بي كبير قد دن كسكتو ما ذا تفعل ترانج وانتي بترتب الوضا ها 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 جنسي پا كوا ماتر أنا لأعرف البس اي مش عارف البس اي pour لكانسر دو سامدي للحفلة الموسيقية بتاعت يوم السبت اذا يوم السبت عندها حفلة موسيقية ومش لأيها لبس مناسب علشان تلبس اه بقاد تيان خودي ايلي تتوى سبلوزان خودي الجاكت داليك ايلي سوپير انه رائع جل ايم بكو انا احببه كثيرا هتلاقي هنا إلا أبوستقف هنخدها تفصيلا فيما بعد انا احبه كثيرا موس انا ممكن لسه ماكملش قطعت ولت له نان تن با انت لا يمكنك هو بيستأذنها فهي رفضت انها تديه الازن طبعا ده كله هناخده بالتفصيل في الدروس الجاية مامتها هتدخل وتقول سارا ما هاذه الفوضى ايه اللي انت بتعملي ده ماما بص على هذا البنطرون الجينز انه لا يليق بي مش لايق علي ايه تي شيرت والتي شيرت ده ايه اوريبل بشع وحش جدا مامتها هتقول لها ايه سارا طبعا هزا الفوستان مانا لكن لا ايه صغير للغاية او صغير جدا انا نفعل بوتيك يالله بنا نتساوى يالله بنزل نلف على المحلات شوية ماما طبعا هنا تستخدم بشكل عفوي بشكل عفوي او بشكل ودي بين الاهل وبعضهم لا يوجد تكلف في الكلام موافقة سنشتري لبس واحد بس سنشتري قطعة واحدة مش هنجيب اكتر من كده يوم السبت صار تذهب هتروح حفلة تناكرية ولا الشاطئ ولا حفل غنائي او حفل موسيقي طبعا هو حفل موسيقي اوليفي يجد ان الجاكت بتاع سارة يكون نل سيء دمود فيتال موضة يعني موضة موضة قديمة قوي موش قبيح كل دي صفات سيئة يبقى ما فيش قدامي غير سيئة رائعة الأم تقترح على سارة ان ترتدي او ان تلبس ومتها لما دخلت قلت لها قلت لها ايه وهذا الفستان بتقترح عليها انها تلبس الفستان ولكن البنت قالت لها ده صغير جدا علي بالنسبة لسارة الفستان يكون صغير جدا موسيقى موسيقى عندهم تشرتات جميلة في هزا البوتيك تريد الدخول تحب تدخلي او نظري الى اللون الاخضر او الى التيشار الاخضر لا الهناك ده جادار انا بحبه جدا كالكو مينوت بلوتار بضع دقائق لاحقا بعد دقائق داخل البوتيك الكلام اللي فده كانوا هم بره وهنا دخلوا البوتيك صراحة تقول اذا كمان تلو تخوف كيف تجديه هنا سؤال عن الرأي احنا بضو بالتفصيل والذي تعود على التيشار كيف تجديه يعني ايه رأيك فيه ادرابل حلو جدا صحي كده ليس كذلك سا مفا تخي بيان ده لي عليها جدا تقول لاكوى اه ما تنفا ما تخصى بوك سورتير ولكنك لن تركدي هزا لك تخرجي مش هينفع تلبس ده علشان تخرجي تخرجي به يعني إنه قصير جدا جدا هنا تخو جدا زياد عن النزوم وضيق جدا تمام يبقى هو أسر او وضيق او ده الام رفضاه طبعا انتو عارفين الكلام اللي بيتقال عذرا يا سيدي نعم يا سيدتي هل عندك مقاس رقم ثلاثة سيل تبلاي او سيل فوبلاي لو سمحت البنت هتقول له أتان أتان استنى استنى احنا ممكن نتفاوض او نتشاور بشأن المقاس مقامتها طب حنشوف سوف نرى كلام هنا في المستقبل تسيدة بوك ستاي ايسي اولا هذا المقاس دكار تمام اوكي ماما حسنا يا ام هي لبسة مقاس والمقاس المفروضة اللي مكتوب عليه رقم تقريبا رقم واحد بس مش ظاهر في الصورة فمامتها طلبت رقم ثلاثة فالبنت قالت لها لأ ده ثلاثة هيبقى كبير قوي خلينا نتفاوض وربما يوصلوا الرقم اتنين لسه طبعا كلام ما اتضحش هنا سارة اي سامير انتخ دان سارة مامتها داخله فيه نادي ولا متحف ولا بوتيك طبعا بوتيك سارة ادور لتي شيرت سارة بتاعش التي شيرت اللي لونه فيهر اتقالت في اول الجزئية دي اول المحادثة بالنسبة لسارة الموضة هي التي شيرت اللي ايه طويل اوزد عن اللزوم لان طويل لارج وواسع طبعا هو ساري وكور وقصير لامير دو سارة دومان دو فندر ينتاي ما متسارة طلبت من البائع مقاس مقاس اين ولا دو ولا تخوة ولا كاتر هي طلبت منه ينتاي تخوة المقاس رقم ثلاثة علشان تتابع الدروس بالترتيب وتحمل ملفات الشرحة والتدريبات وتحل اختبار على كل فيديو وحمل تطبيق فرينشاوي من جوجل بلاي ستور شجرا جزيلا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة